لن توقف إيران برامجها النووية ولن تتوانى عن الاستمرار في مشروعها التوسعي في المنطقة هذا ما وصل إليه التقرير السنوي للاستخبارات الأمريكية حيث جاء في التقرير أن إيران ستشكل تهديدا مستمرا للولايات المتحدة ومصالح الحلفاء في المنطقة حيث تحاول تقويض نفوذ أمريكا ودعم ميليشياتها في الخارج وترسيخ نفوذها وإظهار قوتها في الدول المجاورة وتحويل الضغط الدولي وتقليل التهديدات لاستقرار النظام لكن ما يقف عائقا أمام تحقيق الأهداف الإيرانية هو اقتصادها المتدهور وسمعتها الإقليمية السيئة ولذلك تسعى حاليا إلى توسيع برنامجها النووي والمبيعات والاستحوذات العسكرية وتكثيف هجمات الوكلاء والشركاء لتحقيق أهدافها تقرير الاستخبارات الأمريكية يتوقع أن تخوض إيران مخاطر قد تؤدي إلى تصعيد التوترات وتهديد مصالح الولايات المتحدة والحلفاء في العام المقبل كما يكشف أن إيران ستبقى لاعبا إشكاليا في العراق والذي سيكون ساحة المعرك الرئيسة لإنفوذ إيران هذا العام وخلال السنوات العديدة القادمة وستستمر الميليشيات المدعومة من إيران في تشكيل التهديد الأساسي للأفراد الأمريكيين في العراق ويؤكد التقرير أن جميع الهجمات ضد المنشآت الأمريكية أو القوافل المرتبطة بالولايات المتحدة في العراق في عام 2020 تقوم بها الميليشيات الولائية المدعومة من إيران تقرير الاستخبارات الأمريكية السنوي يشير إلى أن خطة بايد انتجاه التفاوض مع إيران لن تمر بسلام وستواجه صعوبات مبنية على تقييم الاستخبارات الأمريكية وضغوطات النواب الجمهوريين الذين يرون أن النظام طهران غير موثوق به وسيستغل الاتفاق النووي لزيادة نفوذه في المنطقة وزعزعة الأوضاع الإقليمية